وللحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من عمان دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية أهلا بك دكتور حسن هذا الإجلاء أو الترحيل حسب الوصف الأوكراني طبعا للمدنيين من خرسون كيف يمكن فهم أهدافه وأي أبعاد لهذا الترحيل على المستوى الديمغرافي مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام لا شك للأسف في الصراعات يكون في هنالك تكلفة إنسانية حقيقة بهذا الجانب وخاصة إذا ما تحدثنا عن صراع واحد من أسبابه هو متعلق بالهوية بهذا الجانب وإذا رجعنا إلى الوراء وأيضا الخطاب السياسي الروسي بهذا الاتجابي أن روسيا ذهبت من أجل حماية الناطقين بالروسية على اعتبار أن هناك رابط هوية رابط أرقب بهذا الجانب وأيضا الآن ما تحدث عن ضم هذا الضم لهذه المناطق قطعا هذه المناطق قد يكون فيها خليط سكاني بهذا المعنى ودائما القوة التي تسيطر على مساحات جغرافية أو التي تحتل مساحات جغرافية ضمن سياق هذا الصراع لجزء من الصراع هوية تحاول أن تحدث تغييرات ديمغرافية لصالحها بهذا الجانب لطبيعي لمواجهة احتمالات إما لنفرض استمنارية الضم وبالتالي تبقى هذه المناطق متجانسة من حيث الهوية أو إذا ما انتهى الصراع في سياق معين وبدأت هناك مفاوضات مع أوكرانيا بتقدير الشخصي بتكون هناك أيضا الورقة الديمغرافية بإيد مثلا روسيا في هذا الجانب لا تنسى أنه في 2014 مثلا يوم صار اتفاق منسك كان هناك اتفاق على أن ترجع انتخابات حول وضعية المناطق هذه سواء كان حكم ذاتي أو غيره في هذا الجانب إذا بدنا نتحدث عن سياق أن روسيا لنفرض لسبب أو لآخر تنازلت عن الضم عملية التغيير الديمغرافي يريح روسيا في الضم أو غير الضم بمعنى أنه حتى لو تنازلت مستقبلا عن مسألة الضم ودخلت في عملية تفاوضية بالتقدير الشخصي تكون الآن مع تغييرات هذه الواقع الديمغرافي تكون ورقة إلى حد ما رابحة أو مساعدة في إيد روسيا في هذا الاتجاو بالمناسبة برزت إلى السطح المسألة الديمغرافية في الصراع في أوكرانيا وكان هناك اتهامات بأن يتم أخذ مثلا مواطنين أوكرانيين في هناك كانت تبادل في الاتهامات بأن يتم أخذ مواطنين أوكرانيين وطرحينهم مثلا إلى روسيا في هذا الإطار أيضا نبقى في نفس الدائرة وهي الأمور الميدانية مرتبطة بها دكتور حسن وزير الدفاع الروسي أكد اكتمال تعبئة 300 ألف جندي من جنود الاحتياط برأيك هذا إلى أي مدى يمكن أن يغير استراتيجية روسيا في المعركة الجارية ميدانيا في الشرق والجنوب الأوكراني يعني مما لا شك فيه مسألة هذا نتاج ما يسمى في التعبئة الجزئية وهو قطوة تصعيدية ويمكن أيضا إعادة النظر في الاستراتيجية الروسية التي كانت سابقا ولنفسه رئيس الروسي أعترف بأنه كان فيه خلل الآن عند الحديث عن تعزيز إرسال 82 ألف جندي روسي إلى جبهات القتال بتقدير الشخصي وكمان 200 ألف قد تحدث فارق لكن أيضا مقابل ذلك على الجانب الأوكراني فيه هناك تحشيد عسكري فيه هناك أيضا مساعدات غربية بهذا الجانب ويمكن الأيام والأسابيع القادمة سوف تظهر فيما إذا كان هذا التعبئة الجزئية الروسية أحدثت فرقا أو لم تحدث فرقا إذا أحدثت فرقا وأنا بتقدير الشخصي لست رجل عسكرية لكن من سياق الأمور ما رح تحدث فارق جوهري لأنه ما زال هناك دعم غربي سواء كان في نوعية الأسلحة وغيره بهذا الجانب بهذا الاتجاه وبالتالي ما زالت مسألة اللعبة الصفرية ما زالت تصعيد موجود في هذا الأمر في هذا الجانب طبيعي القيادة الروسية بتحكي أنه ما رح يكون في هناك أي تعبئة مستقبلا حسب الظروف بهذا المعنى لكن عند الحديث في السياق الحرب التقليدية عند الحديث عن 300 ألف عنصر يفترض يعني 300 ألف عنصر جندي من المفروض أن يحدث فرق هائل في مسرح العمليات أضف إلى ذلك ما هي مش بسألة جنود وإنما أيضا معدات عملية إدارتهم درجة الاستعداد الأوكراني ودرجة استمرارية الالتزام الغربي في دعم الأوكرانيا خاصة في مسألة السلاح أو غيرها وربما هذا ما يبرر حديث البعض عن أن المعركة التي وصفت بالحاسمة قد اقتربت أشكرك جزيلا دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية كنت معنا من عمان